تصافح الطرفان إذن وانتهت جولة المجاورات في السويد فهل أحدث جريفث اختراقاً في جدار الاخفاق التفاوضي؟ ما تقول النتائج إن هناك خطوات وإجراءات كثيرة أبرمت لكنها لم تصل إلى حد الاتفاق الكامل ولا توجد ضمانات للتنفيذ أما الإجراءات على الواقع في عرف الحوثيين فذلك شأن آخر في اليوم السابع حمنت نتائج الجلسة الختامية لمشاورات السلام محددات مبدئية حول وقف إطلاق النار بالحديدة وسحب القوات منها واستمرار عمل الميناء كممر إنساني وخاضع لإشراف أمني وفق القوانين اليمنية وقبل ذلك كان قد تم الاتفاق على منف الأسرة وتبادل كشوفات بالقائمة الأولية للأسرة والمعتقلين شملت أكثر من خمسة عشر ألف أسير ومعتقل من الجانبين حذرت الحديدة وغاب التعز التي قوبل ملفها بصلف حوثي حالت دون إنجاز تقدم لصالح المدينة المحاصرة من الجميع يقول وزير الخارجية في حكومة الشرعية إنهم لم يتمكنوا من إقناع الطرف الانقلابي بفك الحصار على تعز فيما يقول المبعوث الأممي إنه لم يتوصل إلى حل في قضايا مطار صنعاء والملف الاقتصادي يؤكد ذلك رئيس الوفد التفاوضي للحكومة الشرعية معتبراً أن تعنت الطرف الانقلابي تسبب في عدم تحقيق تقدم في الملف الاقتصادي وهي ورقة هامة تتعلق بمعيشة الناس وحياتهم تنصلت الميليشيا من كل الالتزامات إذن إلا فيما يتعلق بالحديدة وملف الأسرة يرى مراقبون أنه انتصار على مستوى الوقت والمفاوضات كون الميليشيا هي المستفيد من تفكيك قبضة التحالف التي كانت تلتف على عنق الميليشيا في الحديدة وتقترب حثيثاً من مينائها لقد كان الحثيون على وشك خسارة الحديدة ومينائها قبل أن تنقذهم مشاورات السويد الأخطر من ذلك عودة مقاتليها من السجون لدى الشرعية إلى الجبهات ما حدث خلال السبعة الأيام هي عمر المشاورات في السويد يدور حول إجراءات بناء الثقة وتخفيف حدة الوضع الإنساني بانتظار جولات جديدة لكن عبارة سلفت لخارد الياباني يؤكد أن ذهابهم لمشاورات قادمة سيظل مرهوناً بتنفيذ الحثيين ما تم الاتفاق عليه غير أن عبارة أخرى أطلقها الوزير تهدم المعبد فوق الجميع وهو يؤكد أن من بين سبعين اتفاقاً مع الحثيين لم تنفذ الميليشيا منها اتفاقاً واحداً ترجمة نانسي قنقر